خطة الكهرباء الإنقاذية التي أعلن عنها وزير الطاقة سيزار أبي خليل تتضمن خمسة محاور أهمها زيادة ساعات التغذية بمعدل عشر ساعات سبع منها تتأمن من خلال المعامل العائمة وثلاث متأتية من معملي الضوق والجي الجديدين هو تأمين سبع ساعات إضافية تغذية تأمين سبع ساعات إضافية إلى ثلاث ساعات المتأتية من إنجاز معملي الضوق والجي الجديدين تأمين سبع ساعات إضافية عن طريق استدراج عروض لطاقة كهربائية طارئة ومستعجلة عبر معامل العائمة لماذا معنا اليوم وقعت إلى وزارة الإعلام طلب إعلان استدراج العروض بالجرائد؟ المحور الثاني من الخطة الإنقاذية يلحظ إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء أما الثالث فينص على استيراد الغاز الطبيعي عبر محطات ستربط المعامل الساحلية مع بعضها البعض وستوفر ثلاثين بالمئة من كلفة الكهرباء الخطة شملت أيضا الطاقة المتشددة توليد الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من طاقة المياه وهو ما يسمى بالمعامل الكهرمائية الخطة شملت أيضا الإجراءات المالية التي سوف تتخذها كهرباء لبنان والدولة اللبنانية من أجل تخفيض الفاتورة الإجمالية على المواطن مع زيادة ساعات الإنتاج تدريجيا زيادة ساعات التغذية تدريجيا والتخلي عن المولدات الخاصة سوف يتم رفع التعرفي بشكل طفيف يؤدي إلى تخفيض إجمالي بالفاتورة الإجمالية على المواطن وبزيل العبء تدريجا عن كهرباء لبنان وراءة سياسة قطاع الكهرباء والإنون 181 بيحتم على الوزير العودة إلى مجلس الوزراء بكل مشروع وبكل نتيجة كل المناقصة لأخذ موافقة مجلس الوزراء قبل التوقيع وقبل إطلاق المشاريع وأشار أبي خليل إلى أن الحكومة أقرت خطة الطوارئ هذه لمواجهة الأزمة التي سنشهدها خلال الصيف بسبب عدة عوامل هي زيادة الطبيعية على الطلب وأعداد النازحين السوريين ظهرت دراسة أجرتها وزارة الطاقة والمياه مع الـ UNDP أنه النازحين السوريين يستهلكون ما يزيد عن 490 ميجاوات يعني عم يحرموا اللبنانيين من خمس ساعات تغذية بالنهار وعم بكلفوا الدولة اللبنانية فوق 333 مليون دولار وأكد أبي خليل أن هذه الخطة تعتبر دستورا كهربائيا للحكومة اللبنانية ترجمة نانسي قنقر